يبدو أن للحرب في أوكرانيا وطيرة مختلفة عن المعارك على الأرض فالمعارك السياسية الداخلية الأمريكية تلقي بثقلها ليس على أوكرانيا فقط بل حتى على الحلفاء الغربيين الذين يتخوفون من تراجع الدعم الأمريكي بعد تزايد المعارضة الجمهورية البنتاجون حذر المشرعين من أن الولايات المتحدة استنفذت تمويلها لأوكرانيا كما أكد المراقب المالي في البنتاجون مايكل مكورد أن عملية تجديد أسلحة القوات الأمريكية تعرضت للإبطاء مشددا على أن الفشل في تجديد هذه الخدمات العسكرية في الوقت المناسب قد يشكل ضررا على جاهزية الجيش الأمريكي في الوقت الذي سارع فيه الديمقراطيون لطمأنة حلفائهم لن نتوقف عن النضال من أجل المزيد من المساعدات الاقتصادية والأمنية لأوكرانيا تؤيد الأغلبية في كلا الحزبين المساعدات لأوكرانيا إن بذل المزيد من الجهود أمر بالغ الأهمية لأمن الولايات المتحدة والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم مشاورات مكثفة تجري بين كييف وواشنطن حاليا لضمان أن يشمل القرار الجديد بشأن الموازنة الذي سيتم التفاوض عليه بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الأيام الخمسة والأربعين المقبلة تحمن لأوكرانيا أوكرانيا تتوقع موافقة المشرعين على ما طلبه بايدن منهم حزمة جديدة بقيمة 24 مليار دولار لكن لا تأكيدات على أن ما تبقى من الجمهوريين المساندين لأوكرانيا كاف لتمرير ذلك معارضة المساعدات المقدمة لأوكرانيا داخل مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب تتزايد بالتأكيد هي ليست أغلبية كاملة بعد لكنها تستمر في النمو مع انتقالنا إلى الحملة الرئاسية أصبح الأمر أكثر صعوبة هذا مؤكد ولكن أعتقد أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بأنه لن يكون هناك المزيد من المساعدات لأوكرانيا وقد أظهر التصويت الأخير على تمويل أوكرانيا في مجلس النواب دعماً واسعاً من الحزبين للمساعدات الأوكرانية إذ صوت لصالحه 311 نائباً من أصل 433 لكن عدد الجمهوريين المعارضين آخذ في الازدكات حتى بات يشكل نصف مؤتمر الحزب الجمهوري ويقول البعض أن أحد أسباب تزايد الجمهوريين المعارضين لتقديم المساعدات لأوكرانيا هو ربط الديمقراطيين لهذه المساعدات بالموازنة العامة لاستخدامها كورقة ضغطة لكن في حال قدمت مشاريع الدعم هذه منفصلة فقد تحظى بدعم حزبي أكبر أمينة سريريسكاينيوز عربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر